يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أنا على شاشة القناة الأولى بكون معاكم في نفس المعادي وكل أسبوع النهاردة معنا كتاب هنتكلم من خلاله عن حاجة الحقيقة مهمة جداً في حياتنا كلنا وكل واحد في أي مرحلة عمرية أياً ما كانت هي إيه بنحتاج لها وهي حاجة مهمة جداً النهاردة هنتكلم عن التركيز بحدش يقدر يعمل أي حاجة في حياته من غير ما يكون مركز في اللي بيعمله الحقيقة أنه التركيز بالنسبة للأطفال الصغيرين وحتى للقبار على فكرة بجد محتاجينه بشكل كبير جداً إزاي بالنسبة للأطفال الصغيرين محتاجين التركيز ده علشان نقدر أن احنا ننمي مهارتهم العقلية ننمي قدرتهم على التركيز نخليهم منتبهين أكتر الحقيقة أنه دي مشكلة بتواجه كتير من الأهالي كمان التركيز بيكون مهم جداً وقت اللي امتحانات وأحياناً التوتر والضغوط بتخلي الولد أو البنت ينسوا اللي مذاكرينه حتى لو مذاكرين كويس جداً الامتحانات كمان خاصةً امتحانات السنوية العامة وانتوا عارفين كويس أنه الضغوطات قد إيه بتبقى في المرحلة العمرية دي تحديداً أو في السنين الدراسية دي تحديداً كتير مننا وكتير من ولادنا بينسوا المعلومة حتى لو كانوا مذاكرينها كويس جداً وعارفينها وحافظينها صام إزاي نقدر نحافظ على تركيزنا وتركيزهم إزاي نقدر نخليهم مركزين تحت أي ضغوط وإزاي نقدر نقلل من النسيان ونحسن من مهارتهم الذهنية كل ده هنعرفه من كتاب التدريبات الذهنية للدكتور نور قسامة استشاري تعديل السلوك اللي هنورنا النهاردة في الستوديو ونقدر نعرف منه تفاصيل أكتر عن كتابه وإزاي نقدر نخلي أولادنا يقدروا يكونوا مركزين حتى لو هم مضغوطين وقت الامتحالات